السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كذلين البنات لبس عليكم بخير صحيح تكم لبس كنت من نام الله هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال انسوما والناس العزيز عليكم يا ربي امين اليوم ان شاء الله سنشارك معاكم كيفش كندوز نهير دي في الصباح وكذل الاجواء عندكم انتوما احنا عندنا البرد والشتاء البارح طاحت شوي دي الشتاء واليوم الحمدلله وخلجوا صحي ما كنا الاشترولوا لكن كي البرد والله يا البنات ونتشهيت الرفيسة مين طاحت دك الشي والبارح تشهيت الرفيسة قلت والله تاس الصباح من الصباح كندير فيها وقلت نشاركها معاكم ونطف الصباح ده بها انا فقت وفطرت وقعد ديت اللي خسنين قعد سيفت وليداتي لندراسة كيف العادة رقم عارفين عوطين دير الصباح كيفش كيكون معا الوليدات ومطبا كان نعجن المسمن ديالي باش ندير بيها الرفيسة كيف قلت ليكم تشهيتها البنات بزف باقي ما كيسخل الحال صراحة ما كنبقوش تقدن على الرفيسة بزف ولكن مين برد الحال والله يا البنات لاتشهيتها مين طاحت الشي والبارح وقلت علش للله تنصبح في صباح نصيبها ومن بعد ما عجنت العجين اخليتها كانت ترخف هنا سريت العجين اخليتها كانت ترخف علمت رقم عارف العجينة ديالي بسمن كتبغي ترتاح مزيان مشيت كان نجمعت دار جمعت البيوتة كلهم نفطتهم شطبتهم جيت الهنايا للصالون حتى هوايا شحال هادي ما قديته وقديته اليوم كان الصالون تقربا كان قدوا البنات مرة في الأسبوع حيث ما كان قلسوش فيه وما كيلعبوش فيه الدراري ما كتجيهم فيه لتلفزة لتشي حاجة ما كيجيهم مش للعب فيه قليل بعد المرة اللي كترشق ليهم وكيجيوا بكيب قوي لعبوه غلا كان عدنا شي حد ولا هذا اللي كان استقبلوه في الصالون صراحة ما كيتكرفش ليه هذا الشيء ليش مرة في الأسبوع عاد باش كان نموت وكان ضربلوه نفضها كان نحيد الحايف وكان نفضهم وكان شطبهم زيان وكان نقيه وعاوسيني كان ميك عليه واحد لأسبوع آخر عاد باش كان نولي نديرلو نفس الطريقة اللي كان ديرلو دابة كان جمعوه وكان نفضوه لكم عارفنا البنات واشحنا نبقوا كل صبح نضول الصالون نقاد نولي نعودوا نقاد دوز نزيدوا علينا في تمارا ياربين تكافوا مع ذلك الشي اللي عندنا البيوتة الخورين والوليدات وطيب الغداء ودير العجينة واسبك جري هنا سير السوق في العشية سير تولادين الدراسة ركم عارف الله كلنا في العوان كاملين نحنا يا الأمهات ونساء كاملين بصفة عامة والله كان ضربتها مرة صراحة نضر مع الوليدات وهذا ولكن الله يسمحنا من الوالدين والله يدير لنا اللي فيه الخير يا ربي أمين وده براني قاد ديت الصالون ديالي ونفط الدنيا مزيان صراحة نضربت واحد سيئة قاموا هم الدار جمعتها باش ندخل الكوزينة لكم عارفا يا لبنات رفيسة كتشدد الوقت وكتبغي الخاطر والوقت داك الشي علاش بغيت نجمع الدار مقام هنية يجيوا الدراري من المدرسة يلقوا فيني يلعبوا كي نقام هنية رأينا الدار مجموعة ماشي بحل أنا في الكوزينة والدار مره ونا مقلوبة وده براني غادي نمشي الكوزينة تاني نشوف داك المسمن فين وصل أنا جيت ليه لقيته ترخفات العجينة مزيان المسمنة لبنات لما خليتوش ترخف رسراحة كيجي صعيب فاش تلقي العجينة دياله ولله هم خصو يترخف مزيان ويرسح تعطيه وقته وخصو متفيقو بكلية لبنات شوية من تكونوا بغن نديروش رفيسة ولاشي هادا شي حاجة فيها الخدمة شوية رخصت لفياق مكري أما لا صبحتي ناعسة رسالهم شالك النهار ما بقتلها رفيسة ولاحت شي حاجة أخرى المسمن لقيتو الترخف مزيان نقوروا كويرات ونخليهم تاني يترخفوا واحد شوية باش كي يساعدوني باش كي يتطلقوا هاد المسمنات لبنات هادول اللي بديت بيهم دبار غدينهم اللي غدين ديرهم رفيسة كي نحاول نكبرهم شوية باش نسربيت غيا أما دوك المسمنات الأخرين معانا عجنت بزيت شركت صراحة شركت درت عجينة كتيرا درت شوية دلمسمن باش ندوزوه مع آتين خليه في الكونجيلاتور ودرت للرفيسة بلاطو هادا درتوا للرفيسة ودرت ما زال المسمنات الماكلة هكا مع كويستاتي العشية وهذا من بعد ما خليتم ترخفوا شوية البنات هاي العجينة كتبليكم تتلقات مزيان قد نبدأ نورق المسمن ديالي ديال الرفيسة هو الليول عال باش نجيب وراه ديال المسمن الاخر ديال اللي غن نشربوه مع كويستاتي اللي بناتها هادا ديال المسمن عندما كتورقوه كنحاول ما نكترش فيه الزيت هادا كنحاول نديروها كناشف ذاك شاليش كبرت المسمنة باش نصر بيضغيا ما كنديرش فيه الزيت قطير ديال الزيت فقط لي كنستعمل في المسمنة كاملة باش كيجي ناشفه في المرقة كتديري الزيت لعود كتكفيك ما كيجي داك المسمن الكرفيسة اللي كدقها مكاتك وليها كتحسي براتك صافي شتاتك الدوخة بدك نقصوا من زيتها البنات في العجينة ديال المسمن ديال الرفيسة ولمسمن الاخر ديال هادا هو اللي كنديرلو من بعد هاداك حتى نبدأ نصايبو هادي نديرلو زبدة وززيت وغادي نبقى نرشو بالفينو هادا لكم عارفين هاداك باش كيجي زوين وكيجي تقدريت تعكلها كمعة كويستاتي اما هادا كان نورقوي بشوي ديال الزيتورنامية وشوي ديال الزيت العدراني خلطتهم تماما في السوب يارا عندي وما تكتروش هالبنات الزيترات ها نوصيكم متانعود ما تكتروش الزيت باش تجيكم الرفيسة مكاتك هامش وصفي غا نكمل بها الطريقة غا نكمل المسمن اللي عدي كامل نورقوي نطيبو انا طيبته وساليت وقسمته فرتته بحال هكاك في القصرية قطعت ورقيق شوية اعتيرا كان جري كانت قاتل مع الوقت كانت سابق معا والله البنات لا كانت جري وهذا هو المسمن اللي درت هكا الكويست ديالي هاتي هذا هو طبعي انا صبح الله البنات والله فيما كان ندير رفيسة كان بغين ندير تمسي منت هكا العشية باش ندوز كويستاتي اه داروري كان ندير هكا جوج هكا جوج هكا جوج شكل المسمن رفيسة ومسمن باش ندوز كويستاتي والله يعجبني عكا كان ندرب عصفوري بحاجر كان عجين عجينة وحدة وصفي كان خصص لك الصباح كان خصصو اللي مسمن باش كيبقى ليه في الكونجيلاتور كان لقاك مرة مرة من نعطي لوليدات هكا الكاسكروت واللفطور إلا كان ما ما ديرها لكيكا ما ديرتها شي حاجا كان لقا بعد نسي منت عندي في الكونجيلاتور ودبعا مشيت باش نصيب المريقة بالنسبة للجاج اللي بنات عندي الجاج غي مقطع ما عنديش جساين حيث نا كيف قلت لكم ما كتش عوال على درفيسة باش نصيبها راغي ما رشقت لي عليها وتشهيتها وجبت الجاج اللي عدي مقطع في الفريق ودرتو تم مدرت واحد بعض الحبات دي البصلة كتبعي هي البصلة مزيان ربيطة درباع العدس نقيتو وغسلتو حتى هو نخويه في الكوكوب رفيسة ركولشي كي عرفي صيبها وكان كل واحد وطريقتو صافي هنا هي غدي نضيف واحد دماء ديال جاج اللي بنات ولكن هدي ما اشي ضروري بس بحال الله انا كتعجبني الماداق ديالها في الرفيسة كيعجبني ما عتقدرون انتم تجربوها وتلاحظوا الفرق انا كتعجبني ما كان كتش منها وما كان ديراش في الطياب ديالي ولكن فبعد الوصفات بحالكة اللي كيكونوا مرة مرة اللي كنديروهم بحالكة الرفيسة ولا جاج محمار ولا يعني مرة مرة اللي كنكونوا كنديروهم كنديرها كتلق واحد اللي بنا زوينة هنا غدير الخرقوم وسنضير السكين جبير عنكم ميزانكم اللي بنات بالنسبة العطرية فانتم معينكم ميزانكم على حسب عدvey جاج اللي دايريين على حسب المرقل اللي دايريا الكمية اللي دايريا الان هنا هي لدي لبنات غير غضي واليالي ليانا ولدتي قصرية صغيرة وما غديش نضير ذاك شي كتير بالزيف غضي واليالي وصافي واسي نضير الملحه البنات لبنات ردوا البل اللي كان عندكم ان تجرب جاج في هذا ردوا البل مع هذه القضية وعلى حساب عشاني مسمن واش اعجل انه بالملحة بالزاف ولا غير شوية هنا يا الحلبة عندي البنت هنا كننقيها وكنقدة وكنعمرها في القراءات كانت بقديمة عندي مع العطرية محدودة كتشوفوني كندير معلقة بالزفرة المعالقة عندي غي صغيرة رامكة المعالقة اللي عندي في العطرية غي صغار ما عنديش كبار بزاف هنا هدا حب برشتة هو هدا غي اختيارة البنت اللي كيعجبها تديره واللي ما كيعجبها اش ما تديروش انا قدرت منو واحد يش معي القاتس كيعجبني صراحة انو ومجاش باين ما كيجيش باين ما كيجيش باين ميكا تديري غي شوية فقط كيجي واحد المعادقة زايد وصافي وغادي ندير شوية زيت العود صافي وغادي نضيف الماليك فيني وغادي نسيت الكوكوت ديع اللي وغا نخليها تطيب لكم عارفين لكم هلا البنات محتاش نقولها لكم والله يسهل عليكم هلا البنات والله جيزيكم بالخير بارتجيو هات الفيديو اللي اعجبكم ان شاء الله بإذن الله بارتجيو مع الأصدقاء ديالكم والحباب ديالكم انا شاركت معاكم نهاري اه نهاري العادي بلا زواق بلا نيفاق بلا احتشي حاجة لبنات والله إلا كنشارك معاكم من كل قلبي اي حاجة ولو بتكون بسيطة ولو تكون معت كيف ما بغت تكون كنشاركها معاكم وكنتمنى ما الله تخليوا لي تعليقات تكون زويونا بحالكم اللي رحم ليكم الوالدين وضغطوا على الزر الأحمر أبوني وفعلوا الجرس باش يبقى بصلكم كل جديد اه شكرا لكم سافة الله وفرسكما البنات